موسيقى الآن أخذنا تيكت أخذت تيكت على مدرح للعاصمة يعني القطار بس ما كلهم نفس المستوع نفس الخط البحث من هذا قلت كوبنغار دنمارك سأقوم القطار سأذهب إلى السويت أولاً سأصور السويت بعدين أرجع لكم على كوبنغار ما سأفعله لأنه ما صارت ما يريده ولكننا نحن أفتر يمين يسار الناس يقول ما يفتر يوم جاء أعسب 1 2 3 4 جاء أعسب ألقاع كم متر كم كم متر ولكننا ننتظر أخذت قطار سريع كم متر يعني ما يعادل 40 دولار من العاصمة كوبنهاغن يعني من دنمارك عاصمة دنمارك إلى عاصمة السويت لا مو عاصمة السويت يعني قوتبور يسمونه اللي اللي هناك يعني قريب على العاصمة تقريبا ثلاث ساعة ثلاث ساعة ثلاث ساعة ثلاث ساعة بالقطاع إن شاء الله اللي إخلاص بالسلام ونوصل لأن راح أروح منا لأخوية هيتش أتوي أخوية أخوية تشبير عايش أه بسويت اسمه حمزة إن شاء الله أعرف من عليم قبل منا أروح لأخوية مناك عفوا راح أروح يوم أخوية و ونوصل ونحكيان بعقلي أن أصور أولاً هنا عالدين مارك بعدين أروح على السويت وبعدين عالفلندا مثلاً هيتش طريق كامل بس راح يصير بالعكس راح أولاً نروح على السويت آآ وبعدين راح أشوف لي غير مناطق هسه راح ننزل جوه ورح نروح إلى القطار هسه إلى السويت راح أروح على السويت سنأخذ القطار منها مقبض حالسويت ثلاث ساعات القطار سريع راح نصعد على القطار وراح نروح تشوف أخوية صار غاية ما شايفة مرور ما شايفة عارف المعلي ورح نفتر مليًا against السويت وتهتي عارف مليًا السويت قتل عام تقوم ل康ر قليل مانا كل ما شخص أين أدمر أنتهى قطار على السويت أنتهى حول تúp أخيراً 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 جاناً بالساعة هاي القطارات 200 كيلو أو 300 كيلو بالساعة يعني هواي فرقة فسنزين وصلنا الحمد لله هسا وين راح نلتقوا يا أخوة خلا شوف وينه خلا شوف وينه ندور عليه يكون خير إن شاء الله إن شاء الله هاي الدولة يكون فاتشي هان رديد تبقى بالدنمارك بس حجات ويا قوية بعد حجاتنا تفاهمنا بعد لغيت كل شي هاي صراحة القوية واشوفكم وينهم 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 ولوند اه 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 شوف تقوية في صراحة الروح له شوف عيوني دمعة من برد عيوني دمعة من برد ها اه 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 اجينا خلصنا تعبانين اه شاء الله باشر اشوفكم كل شي خلوكم وياه اه 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 صباح الخير من اليوم الصبح البارد الهواء يجرش اجينا ع السويت البارح ما قدرت اشوفكم السالفة واش صار لان تعبان هيل واسطاري خمسة ساعات منه ومنه هوسة وتعبت حيل خليشوفكم المكان اللي بقيت بي هاي المنطقة هاي المنطقة اخوي عايش بيه ها هنا السويت كلها يجباه عبالك الذنبي المغلب مطار وبرد وسوالف هاي المنطقة هاي المنطقة هاي المنطقة هاي المنطقة هاي المنطقة نحن بارد هاي المنطقة يعجبني بس بارد حتى الانسان اللي هنا عايشين هم باردين حي ها راح اخذكم بجولة ونروح نشوف على مغزن ما لأخوية عنده مغزن ونشوف هناك نحطيها لالله نشوف شكرا لنساعدة السيارة الصباح الخير من جديد نجينا على أعرض أكوية لأن يبيع الكوزمتك لديكم مثل شامكو وواكسات و أي شيء تحتاجونه بشغلة الحلاقة و كل شيء موجودة هناك سأخذكم جوه وشوفوه هذا كل السخل لنشغل البلغات الآن لنرى المكان فتشي شوية شوية شوفوه شوية شوية نسويها من جديد والمكاين كل شيء شيء تريدك و الحلاك موجود كل شيء يعني الحلاق عندما يدخل هنا يأخذ كل شيء يطلع بدون ما يحتاج شيء من بروا تشعرونها مثل ماركتات يعني تدخل تتسود وتطلع يا بسم الله يا السجينة نذهب نشوف شوني انتظرنا من ردي تطلع يعني صراحة ردي تطلع أراكم الهماكن وشوفكم التاريخ السويتس وشلون يحيشون وياه فلوس يستعملون وشلون الجو كامل بس هسا مطرة حيل يعني الهواء غير مو حلو يعني من هذا إن شاء الله إذا صار وقسمه باتش سأسوي لكم فيديو وأنشره لكم هنا إن شاء الله ونحلوكم بس وياه ودحمونا مو دحمونا مو دحمونا بالسيارة يعني دحمونا كلايك بيرشي مو مطار ودحمونا دائما سبحان الله السويد والنرويج ودولة كلها مطار 24 ساعة ظالمة خاصة هنا حتى الشمس تشوفه صعب يمكن خاصة نرويج أكثر ست ساعات أو سبع ساعات يومية والباقي حتى أصلا مرات حتى الست ساعات لا يطلح لأن من هذا هاي لماكن ما العيش صعب أحسن شيء بس شغل بها شغل السويد الحيشة كعابة فوت صباح الخير من جديد هاي ثالث مرة صباح الخير بس الهواء هل قدمه بارد عبالك صبح بس شوف الهواء بس شوف الهواء هذا السويد ها هوا بارد يجرش البيوت لا يوجد أحد عبالك الدنيا مغلومة لا تشوف الهواء تشوف رقم تركي اسطنبول بالسويد سيارة السويد بالسويد ورقم تركي الناس كلهم يبعون جانوية تسالفة يقولون شنة الوضع الآن أخوي يريد اشتراعي البيت سأقفكم يريد اشتراعي البيت لدينا الضوء أطراق كبيرة هناك بيوان الآن واحد اثنين دراجين وهذا جوه هم قاط واحد قاطين واحد جوه واحد فوق واربعة قراف نحن نرى المنطقة هنا حتى قلب حتى قلب حتى قلبات لا يشتروا أخوة الأوروبة كل شيء حلو بيه بس من ناحية الناس اللي حتى قلب موك بارك موك موك الآن اليوم لا يوجد مجال سأقف اليوم ما فعلنا وين رحنا وين ما فعلنا اليوم جاءنا مثل ما قلت لكم علامود هاي البيت علامود هاي البيت نشوفه علامود أخويا يريد يشتريه خلوني وياكم بتروحون اليوم ما خلص بعد بعد الظهر يلا تشاف رجعنا لكم الجديد بالسيارة اليوم ما قلت ما بالسيارة قطع بانفو يتعب السيارة هاي خلي شوفكم السيارة وصح ما يضوج بس يتعلم بزمون بيت عمي وان شاء الله روح بسوين تشريب عراقي صار زمان مماكن هاي الهل زمان من هذا صار ورنت والله مماكن هاي صار يمكن آخرة ثلاث سنوات روحت على عراق أو سنتين أكلت هناك تشريب وبعد ماذا ما ما سويت دمرنا هاي الصوت من ورق الصوت الماسح الآن تاليج مجمدة صوت ربحتاج اظن مساء جلق دماغ من البارحة لحد الهام البارحة كلها بالقطار اليوم كلها بسيارة بس إن شاء الله ما وقل شيء بعد فتشم يوم لان الهوى حيل يعني سجل شوف كل مطار و تاليج ما كواس واحد يصور هل قد ما بارد تطلع وين بس كل المكان تقدر تشوف على الأقل بس إن شاء الله أشوفكم أماكن وأشوفكم الشعب شلون عايش يا فلوس يستعملون شلون يأكلون الأكلات الغريبة اللي هم عندهم راح أجربكم الشيء وأشوفه بس أنتو أبقوا إياي ما أريد غير شيء شعب دعم لايك متابعة والباقي لي أنا راح أول نسجن مثل ما قال الخالف أول نسجن يلا نضربع لكم على نفسكم نتشاوف أسا جانا الخطار وناكل التشريب بصورو لكم إن شاء الله سيغن؟ نضربع لكم على نفسكم البارحة قلت لكم شلونك عمي أعلم يخليكم أببارك الحمد الله شكرا لكم نشبه مو يعني عوزو بالله عوزو بالله عوزو راح أشوفكم منظر تشيء منظر صار لهواي ما مجربة الصلاة شلون الفوزي الفوزي على المو الفوزي والتشريب بعدين و هذا ننو هيا ننو هيا كيف حالك؟ جيد لماذا تستحق؟ متأمن؟ لأنني لا أريد أن لماذا؟ لماذا؟ لا يا الله لا 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 دائما مظلم دائما نبارد دائما نبارد دائما نبارد و حتى الشمس عكتر شي يطلع سبع ساعات أو ثمان ساعات ممكن و حتى بالليل إنه تشوفه مظلمة هوا يعني راح أشوفكم أسا برا شوفوا شلون الهوا بس فلوكم ويا تعالوا شفتو؟ غير شي هو يعني حتى الوجه وكل شي بيين أحلى هل قد ما حلو راح أشوفكم بس شوفوا برا شلونة عالرين راح أفق اندار 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 شلونة يعني هم مطر فوقها إن هم فوقها كدوش ما عارب شنون يقلع الجو يعني أحسن شي إنه بعد شوية انتظر أقفت يوم بعد أو يومي يلا نصور يلا نصور الأشياء اللي بس سويت لأنه حاليا صعب الجو من الجو ما نقدر نطلع الهان بحيل حيل مطر التلج شكرا على المشاهدة لا تنسون اللايك والمتابعة بس خلوكم طبعا هذا بس شكلت على التل لا تنسون المتابعة ولا لا بس خلوكم بمياه طبعا أكيد لأن راح نشوف أماكن جميلة سوى إن شاء الله أوعدكم بهذا الشيء يلا برباركم على نفسكم أشوفكم بالنسبة لي بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر